اشتركوا في القناة وعند خروجه من السجن عام التسعين قام ببناء منزل في قريته والسكان المحليون ما زالوا يرونه في الجوار احيانا انه شخص محب ولا يكترث ان كانت يدك متسختان وانتاءت من الحقول فيستقبلك كانت من عادة مندلا العودة الى كونو في كانون الاول من كل عام فبعد افتقاده لصحبة الاولاد خلال سنوات سجنه الطويلة كان يبحث عن فرصة للعب دور سانتا كلوز علمت ان تاتا مندلا شخص يحب الاولاد وكل عيد ميلاد كان ينادينا ويعطينا الالعاب واشياء للمدرسة كالالبس والقمصان والكتب ومنذ تدهور صحته لم يعد مندلا يختلط كثيرا باهال قريته الذين عندما كان رئيسا كان ينبههم الى انهم لن يحصلوا على معاملة خاصة كان يقول لنا ها انا عدت يا اخوتي لكن مهما فعلته لا استطيع ان ابدأ هنا في هذه القرية لانني رئيس الان اريد للبلد باكمله ان يعلم ان اي شخص هو مجرد انسان ويجب تطقيف الناس على ان كل واحد يستطيع ان يصبح رئيسا كذلك اذا ورغم ابنها الشهير ظلت كونو قرية تقليدية والعلامة الوحيدة على شيء خاص هو متحف القرية الذي يقوم بنشاطات اجتماعية وفنية للسكان احد اكثر الامور شغفا هو تطوير الشباب من خلال تطقيفهم وتعليمهم مهارة ليتمكنوا من تحصيل عيشهم بمفردهم في مناطق جنوب افريقيا الريفية يعيش ثلثة سكان سود باقل من دولارين يوميا وقرية كونو ليست استثناء فقرية اعظم بطل في تاريخ جنوب افريقيا تجسد التحديات التي ما زالت منتظرة ترجمة نانسي قنقر